قامت الزودة صاحبة الدار الميت قامت مسكة طوائل لأرسلته الأخرى وأمت هبدك أصراف الأرض وانت أعد مع أصحابك وإخواني حصل معاك سيدنا لا أنا أقولش حصل معايا لا أقول حصل معايا إنما حدث هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الموقف برمته زي ما أنا بحكي كنا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم طب النبي تعامل إزاي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلوا بينكم مودة ورحمة فهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى ولكي تستمر العشرة ولكي توجد حالة من الألفة كما اسمينا عزة البرنامج لابد من وجود قدر من المحبة المتبادلة بين الزوج والزوجة من الزوجة جاء زوجته والزوجة جاء زوجة لن نطرح في هذا اللقاء مسألة الحقوق والواجبات لما نتكلم عن أنا أدعي أنني أحب زوجتي وأسامة وأحمد ومحمد وإبراهيم وعلي وإسماعيل والرقل بيسمعنا ده طيب ده كله بيقول أنا أحب زوجتي والزوجة ده أقول وأنا أحب زوجي فبلا شك إحنا كل شيء له علامات وله دلالات وله أمارات تدل على ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشهدين الكرام في كل مكان أهلا وسهلا ورحبا بكم معنا في حلقة جديدة وبودكاست ألفة سألين الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وإياكم ما سعدت ونشرف في هذه الحلقات بضيف حبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن منصور يا مرحبا دكتور الله عليكم والسلام وعطوكات وإياكم مشاهدين الكرام عندما تحدث الله سبحانه وتعالى عن الزوج والزوجة وتحدث عن الزواج وصفه بآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فهي آية من آية الله سبحانه وتعالى هذه الآية هي آية وسكن كما وصفها القرآن الكريم ولكي تستمر العشرة ولكي توجد حالة من الألفة كما اسمينا عزة الفرنامج لابد من وجود قدر من المحبة المتبادلة بين الزوج والزوجة من الزوج تجاه زوجته والزوجة تجاه زوجة دكتور عبد الرحمن علامات المحبة عند الزوج تجاه زوجته الحمد لله والصلاة والسلام وعلى أحمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا ثم أما بعد أحنا لن نطرح في هذا اللقاء مسألة الحقوق والواجبات نعم لما نتكلم عن أنا أدعي أنني أحب زوجتي وأسامة وأحمد ومحمد وإبراهيم وعلي وإسماعيل والرقل بسمعنا ده طيب ده كله بيقول أنا أحب زوجتي والزوجة ديقول وأنا أحب زوجي فبلا شك هنا كل شيء له علامات وله دلالات وله أمارات تدل على ذلك أول هذه المهارات في محبة الزوجة حجز الزوجة عن النار آه سبحان الله آه آيوة أني أخذ بيتها لطبيق آه آيوة نعم أنا أمت صلي الفجر فين زوجتك نعم أسان خيف علي خيف علي من إي يا أبوة خيف علي من برد خيف صحيح خيف صحيح لأن مرهقة طول الليل يعينك ما أقطع السجادة من خشية الله فنامت يا عم تقرى ربنا عز وجل دليل صدق المحبة إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من العبد النصر عليه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعية إلا حرم الله عليه الجنة يبقى تقسيرك في معرفة حق الزوجة وحق الأولاد وأن أنت تبقى قائم عليهم والرأي عليهم وحفظ عليهم دينه ده ممكن وديك في جهنم لما أخذش بلك من ده ولذلك دليل صدق المحبة ودليل علامة المحبة الصادقة واحد أن أحجز زوجتي وأولادي عنها الأمر الثاني أن يتحمل الإنسان غيرة زوجته الغيرة يتحمل الغيرة الغيرة ولكنها الغيرة المحمودة في غير مذمومة في غير مذمومة وهي مفتاح الطلاق الغيرة المذمومة مفتاح الطلاق أين هي؟ تشك في زوجها من غير أي علامات للشك أعسنا قلبي موغوش سبك من قلبك الشيطان لعب دور معك كبير جد سبك من قلبك هل هناك دلالات وعلامات تدل على أن الزوج خوان؟ لا مفيش طب إزاي أسنا قلبي حاسس؟ لا شو شو اللي بلعب بيك ده شو شو داله وضع جامعة الملعون يعني الشيطان لعلاك والله ولذا نقول الزوجة نقول للزوج من علامات صدق المحبة الغيرة على امرأتك تغير علي تتحمل غيرتها نعم يعني الغيرة عليها وتتحمل غيرتها إن غارت أنا عاوز للأنت تتخيل ماذا تفعل لو كنت متزوجا أو أخي متزوج امرأتين واجمع زملائه في بيت إحداؤهم وأرسلت الأخرى طبقا فيه فاكهة أو حلوة فيها كنافة بالمهلبية اللي بتتعمل في رمضان دي مشان أنا بحبها ما تقول الله مبارك وأن أقول الحال والورا أخلا تعمل طعام الجامع استغفى الله العظيم والله ماشي وبعدين قامت الزودة صاحبة الدار الميت قامت مسكة طبقا اللي أرسلته الأخرى وأمت هبدك أصرا في الأرض وانت أعد مع أصحابك وإخواني غالب الرجال هل حصل معاك يا سيدنا لا أنا أقولش حصل معايا لا أقول حصل معايا إنما حدث هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا ما حصل شو حصل صلى الله أي نعم خد الوايا وهذا الموقف برمته زي ما أنا بحكي كنا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم طب النبي تعامل إزاي أول حاجة النبي قال آه ده هي عائشة بتحبني إيه وإذا اشتدت المحبة اشتدت الغيرة سبحان الله أقول تاني نعم إذا اشتدت المحبة اشتدت الغيرة سمسم ده هتصال لأسامة حاجة الدلع يعني ده سكندراني هو تزوج وبدلة الفرح قد نسيها من سنوات وبعدين دعاه أحد أصدقائي قال له ده احنا طرعين فيه اخت رحلة كده وإن شاء الله وتعالى فيه فرح جميل وحاجة حلوة وحضرين فيه مش عارفه لانو علانو فقال أعمل إيه ألبس أجمل ما عندي ودايما ده من السعادة ما كون هتقبل واحد من إخوانك وأصحابك وانت بتحبه وبينك وبينه شوء من الود تلتقى نفسك بتدور على أزكى حاجة عندك تلبسه وطيب نفسك بأفضل ما عندك زي العود مثلا عود كاشغة والحاجات الجامدة دي إن شاء الله أيها طي اللهم أفر وعدين اللهم أفر وعدين فأسامة وقف قدام المرآة بدأ يلبس القميص ويلبس الكرفات بتاعته ويلبس البدلة وزوجه من وراء ظاهري راح فينا فبدوله يا زمزة بقيت له يا أسامة يا حاج أسامة يا أستاذ يا الوارف قدام المراية صحة جدا راح فين انت راح فين فيقول لها راح مشوار نعم يا أخويا مشوار إيه هي أصلا وهي بتكلم من طبقات صوتها ومن اتساح حدقة العين وانتفاخ الأوداج وتصدب العرق وضخ الدم وفشاة معنى كل هذه علامات للغيرة فمحتاجة منك جواب مفصل يا جميلة الجميلات يا أميرة الأميرات يا نبضي قلبي وروحي وعيني وكل حاجة حلوة وأحبكم ملأ سمعي وبصري وبعدين يخذ الفرح وطططب علي يقول لا يا جميلة أنا رايح فرح محمد اللي في قناة النذا وهنحضر في الباخرة ودعين الأستاذ فلان والدكتور فلان والشيك فلان وهي بأيوم جميل وفي عشاء مفتوح وفي مكان للنساء رايح تلبس واستنى وفرح بتاكل تجي معايا ايه الفقرات هو أنت مش كنت لسه سخنانة من ديها واحدة بس أنا متعامل بمهارات وذكاء في التعامل وعرف إنها غيرانة فبدأ يعمل ايه يهدئ من روعيها وبدأ يلاحقها نفسيا بالكلام النمق الحلو الجميل المنمق فبدأ التهدأ هنا بقى نحط بقسين كده إذا اشتدت المحبة اشتدت الغيرة سيزيد من غضبيها أصلا نعم ما هي أنت مش شايف شكلها هي عينها كده فبدأ يتعمل عينها كده أيوة أيوة والدم قد ضغها في وجهها ببس بس كده عمزة تفاح الحمرة كده اللهم بارك اللهم بارك معناها بتقوله قوله انت رايح فين أول ما يقولها حبيب تلمي إلبسي وتعلي معايا العيالة عندها ست دروس والمدرسين وضاهري والله العظيم وشغالة من الصبح انت مش متجاوز انت عرفت منين وما نمتش من مش عارف ايه وهشغل الغسالة والبيت كله رب الله يعينك وما زلت اخرش حاضر يا حبيبي تلمي وهو لما يوصل في الطريق يبعث لا رسالة بس كده قولها باللغة بالانجلش وقولها كل القلوب والحاجات الحلوة المدورة يا مش عاوزة قلوب يا عاوزة قطع الجاتو يا مش عاوزة قلوب قلوب ايه قلوب ده خلاص على القضاء قديمة تجاوز يعزبه وراجعت هجرة يعني اكله او شرب او اي حاجة حيث اي لعب وقبالك سيدنا فالشغل اللي انا عاوز اقوله ان الموقف ده حدث على عهد النصة وصلا ومع ذلك النصة وصلا قال ايه غارت امكم لما ارسل اليه من البيت الاخر هذه القصعة التي كان فيها الطعن فغارت عائشة رضي الله عنه قال ايه يا الله وكان ذلك قدام الصحاب النصة صلى الله فهم نفسية عائشة في هذه اللحظة ازاي وحدة لما قرأت او سمعت هذا قديس اتعجب صلاة العجب نعم كيف يعني اضع نفسي لو انني مكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم نوقف صعب جدا صعب تحمله نعم بل شبه مستحيل بالنسبة المجتمع نعم نعم وما احنا قلنا نفسها صلى الله عليه وسلم فهم ايه غيرتها نعم في هذه اللحظة انا اذكر بعض اخواني قال لي احنا رحنا قد دعيته من عمي الى عقد نكاح ابنته وكان معمول في بعض القاعات وكانت القاعة مختلطة زفة دي الرجال فوق النساء والمرأة قد لبست اجمل ما عندها وتزينت بافضل الزينة ووضعت اجمل ما عندها منطيب والازواج المخجب سرع شعره مقالو عشر سنين بدأ يسرع شعره كنتوا كريب اذا بالصبار وحطوا زيت زيتون ويهزم اللحية وروح يمنا في الكوافير ومش عارف وعمل ايه وباع متلمع زي الفل الاثنين النساء تنظر الى الرجال والرجال الى النساء وانا بلا شك من هذه معارة ان الرجل يذهب بمرأته في اماكن مثل هذه المختلطة خاصة لو ان المرأة متكلمة او صوتها عالي في الضحك او مثل هذا الكلام لان في النساء بتسخصع مسرعة يعني اول ما ما حد بس يقولها كلمة انه تعرف بهذه الطريقة نعم فالشاهد بيقول دخل والعروس قاعد وقاعد جنبها العريس وزوجتي مشي جنبي احنا مقنججون بعض فاتت واحدة من اولادي عمي اللي في الجامعة واقتربت مني وبعدين غمزتني في كتفي طبعا ده فعل قبيح نعم وزوجته جنبه قال والله كده امت زوجتي ببوز الجزمة من تحت الكعب بتاعي الجزمة وفارمت رجلي ده ده وانا في القاعة وانا في اوه في بعض الناس التفت لو نسحها بالصوت كانت تدوني بعض صدايا هن عنده بقى وانا لحظة اه وبعدين امت نفضاني زقاني واخد بعضها وطلعت خارج القاعة قال لي دخلتي لقيت وحدة لا اعرفها هذه الجميلة الاميرة الطيبة الحليوة اللي دخل القاعة قد تحول جوا الى وجه شيطان الغيرة اللي عمله اني دحك فكأنه قد رضي بما فعلته الاولى فالزوجة ديت له هذا الجدف القانوني فانا سعدت بفعليها فرحا شديدا وسعدت سعادة بالغة حكي اللي فرحت اي نعم على تصرفها اي نعم وضرب هذا الغلبان الغلبان لا هو ليس بغلبان هو ليس بغلبان المسكين اي المسكين وهو يعني قليل البضاعة خالص في التصرف في المواقف يعني بدل ما يقابل هذا الغضب بنوع من الحلم والهدولة انا اعتذر منك تب هي عملك كده وانا بهدت وما قدتش ان انا تصرف ولا تكلم وخفتي على ان عمي يغضب او يحصل حاجة في المواقف يقول اي كلام يطيب بالخط انما قابل قابل غيرتها بغضب مماثل سبحان الله ما هو الطبيعي بقى ربدي في علاكة وقال لي والله خارج من القاعة ومن الجنيلة وعاوزة تمشي وما تعطيش في الفرح وسؤتي عليها كما يقولون طوب الأرض نعم وفي الآخر قد رضيت ظاهرا فانا عاز اقول ان من دلائل محبة الزوج لزوجته يصبر أدى واحد يأد بينها إلى الجنة ويعجز عن النار الأمر الآخر ان حدث منها شيء زي مسألة الغيرة فينبغي له أن يصبر عليها وأن يتعامل بنوع من الحكمة في مثل هذا التصار السنة الصفية رضي الله عنها وارضاها جاءت إلى النص صلى الله عليه وسلم وهو في المعتكث فأرادت أن تنقلب إلى بيتها ليلا وحدها خلاص قالت انها لمشي فالنص صلى الله عليه وسلم ما يتركها أبدا إنما يسعى معها ويؤنسها في طريقية ويوصلها لبيته فالنص صلى الله عليه وسلم كان كما قلت كان في المسجد معتكفا وفي عبادة وفي طاعة ومع ذلك أنا لا أترك زوجتي تستوحش بل أونسها وده يعلم نحن كأزواق انت عاوز تخرج بالليل انت لازم تسمع المنطقة يعني انت خارج تاك الباب لو جنا نقرأ في رواية السيدة عائشة قالت فأجاف النبي الباب رويدا رويدا ولما أمن النوم انت على النعل بتاعه رويدا رويدا وأجاف الباب رويدا رويدا فده من باب المؤانسة للزوجة عدم إشعار الزوجة بالوحشة والحاجة الأخيرة زوجتك لو انت هتتأخر مع أصحابك في الخارج ينبغي أن تعلم أن عندك زوجة منتظرك فأنا أتصل بالتليفون يا حبيبة قلبي أنا هتأخر ساعة أو اثنين أو ثلاثة وهذا الأمر من باب حسن الخلق ومن باب إي ناسها وعدم وجود الوحشة عندها وإنها تتضرر من الوحدة فلعل الجيب منتعمها الجيب منتخلها حد يقعد معها حد من جيرانها في بعض الزوجات خاصة في أول الزواج يبقى عندها نعمل الخوف أن تقعد في الشقة الوحيدة وهذا الأمر ملموس فينبغي للزوجة أن يترفق فيه هذا الرفق الرفق رضي الله عنك سيدنا وإياكم شكرا أحمد جزاك الله خير أحسن الله إليكم الله يرمي عليك سيدنا قضية حب وعلامات محبة الزوج لزوجة عشان ممكن المشاهد الكريم يقول أنتم تتكلموا لي عن الزوج بس ما تتكلموا عن الزوجة هل نتكلم عن الزوجة لكن قضية إظهار الحب والاحترام والتقدير والتلطف بين الزوجين نقطة في غاية الأهمية لاستعادة الألفة واستعادة المحبة واستعادة المودة بين الزوجين إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والقدوة والأسوة كان يصرح بحبه لنسائك صلى الله عليه وسلم ويقول عن أحب نساء إلي يقول عائشة رضي الله عنه ولا يستحي من ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهذا أمر الله حرج فيه والدير السلام مهمة جدا للأزواج أن تتلفظ بالحب وأن تتلفظ بما يراضي في هذا الحب من معاني ومن بذل ومن تضحية ومن هدية ومن غير ذلك هذه النقطة في غاية الأهمية ماستكمل بإذن الله سحواته على بودكاست ألفة في حلقة قادمة حول علامات المحبة محبة الزوجة للزوج ما هي أمر مطلوب أيضا نستكمله في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى سلام الله عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة